إنسان دوت علشان ينام لازم ينام فترات معينة بس هي بتختلف من إنسان للتاني ومن فئة عمرية لفئة عمرية فالأطفال مثلا أول ما يتولدوا بيبقى أغلب الوقت نايمين في حينما منوصل لمرحلة النشاط فترة النوم بتاعتنا بتقل شوية ونشاطنا بيزيد وبعد كده لما بنتقدم في العمر في ناس بتقل يعني بتنام قليل جدا ونرجع بعد كده ننام كتير جدا كأننا في محارة زي ما تولدنا يعني هو الطفل اللي بينام كتير ده بيقوله حتى لما بينام كتير بيكبر ما هو ده كلام أطفال بيكبر طبعا إحنا فيه هرمونات في الجسم بتفرز أثناء فترة النوم وحاجات بتفرز تساعد الإنسان على النوم فالتغيرات الهرمونية اللي بتحصل في فترة النوم عن الاستيقاظ ديت لأن فيه وظائف كتيرة جدا بتحصل في فترة النوم ما بتحصلش وإحنا موجودين في اليوم العادي ولذلك إحنا بعض الهرمونات اللي ما بنيجي نقسها من قسف أوقات معينة لو أنا عايز أعرف مرض معين برئيس الهرمون معين في توقيت معين مفروض ألاقي الهرمون ده من نسب معينة لو النسب دي مش متحققة في الفترات دي تقول الإنسان عنده مشكلة في الهرمون ده من الهرمون دي كورتيزون اللي هو حتى له معاد الصبح ومعاد بالليل ده معناه أنه ربنا خلقه بالطريقة دي لأنه فيه مطلوب مني نشاط معين في الأوقات دي والجروس هرمون أو هرمون النمو وبعض الكيميات الثانية في الجسم يعني طيب